مرابا اركاداشلار نص الصنص و مرمئيه سنزدر في فيديو اليوم راح نشوف زمن الماضي سواء كان النقلي او الشهودي مع الجملة الاسمية تكرار و هشكال دي نص الصنص و مرمئيه سنزدر قبل ما نبدأ في الدرس اريد ان ابلغكم يعني كل هذا الفترة اللي كنت غيب عليكم كنت نحضر فيها للمستوى الثاني لدورة تعليم اللغة التركية على واتساب لانه طلبتوه مني بزاف لكن كان فقط المرحلة الاولى من المستوى الثاني يعني بي بير ويوجد اضافة اخرى على المستوى الاول اللي هي محادثة خاصة بالمستوى الاول يعني ما نقدرش نتكلم على كل التفاصيل خاصة بدورة تعليم اللغة التركية والاضافات اللي زدناها اذا تحبوا اني نعمل لكم لايف على يوتيوب او نشرح لكم على ستوريا انستجرام انا رايحة نشرحها على ستوريا انستجرام لكن اذا تفضلوا اني نعمل لكم لايف هنا على يوتيوب لا يوجد مشكل فقط قلوا لي في التعليقات والتسجيلات طبعا نرى مفتوحة لمن يريد الانضمام الى دورة تعليم اللغة التركية على واتساب الى غاية الثامن من شهر مارس او الشهر الثالث والان خلونا نبدأوا مباشرة في الدرس اذا قلنا في فيديو اليوم رح يكون الزمن الماضي مع الاسماء الان رح نبدأوا اولا مع الماضي الشهودي اللي هو جورو لانجج من الزمن اللي تكون لاحقته د والتغير على حسب التوافق الصوتي الرباعي بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالزمن الماضي وكل شي يتعلق به سواء كان الماضي النقلي او الشهودي راح نخليكم الرابطين اسفل في صندوق الوصف هكذا اللي ما يعرفش الطريقة التركيبه او اي تفصيل سواء كان صغير او كبير يلقاه في هذا الفيديو هاين بالنسبة للزمن الماضي لما يكون مع الاسماء ترجمته تكون بمعنى كان يكون كانت الى اخره يعني على حسب الضمير اللي يكون معاها الان رح نأخذ بعض الامثلة حتى توضح اكثر تمام عنا مثلا الكلمة اللي استخدمنا معاها الزمن الماضي ما هي؟ ممتاز هي ليست فعل تمام كلمة انتهت بحرف صوتي لاحقة الزمن الماضي بدأت بحرف ساكن حنا نعرف انه لما يكون عندي التقاء حرفان صوتيان هذا الحالة هي اللي نستخدم فيها حرف الحماية سواء كان ي او حرف حماية اخر بالمناسبة رح نوضع لكم ايضا فيديو احرف الحماية في صندوق الوصف هكذا حتى تشوفوا كامل احرف الحماية وتعرفوا كل واحدة فيهم والحالة اللي نستخدمها فيها نيسا قلت بالنسبة لهذه الحالة اللي كون عندي فيها الاسم ينتهي بحرف صوتي مع انه لاحقة الزمن الماضي تبدأ بحرف ساكن الا انه نوضع حرف الحماية ي اذا فصون جن لارد في راز يورق انجي بيدن معناها كأنك كنت متل تعبان قليلا في الايام الاخيرة او مؤخرا نشوفوا مثال اخر دون هوا تشوك سوك تو الكلمة اللي استخدمنا معها الزمن الماضي هي سوك يعني بارد هنا عندي لاحقة الزمن الماضي تغيرت من د الى ت لماذا؟ لانه عندي كلمة سوك انتهت بحرف ك اللي هو احد احرف في استكتشها فتصلت بها لاحقة اللي هي لاحقة الزمن الماضي تبدأ بحرف د فتغيرت الد الى ت هنا بنسبة الجملة دون هوا تشوك سوك تو معناها كان الجو باردا البارحة لو اردت ان احويلها للنفي يعني لم يكن الجو باردا البارحة احنا نعرفوه لما نريد ان ننفي فعل نستخدم الادات ما او ما لكن اليوم احنا رانا نتعامله مع الاسماء لهذا رح نستخدم اداة النفي دييل وطبعا كما تعودنا او شفنا من قبل انه لما يكون عندي اداة النفي دييل هي اللي تأخذ لاحقة الزمن وتأخذ لاحقة الضمير كما شفتو كلمة سوك ما ضفت لهاش لاحقة الزمن بما انه عندي دييل هي اللي تأخذ لاحقة الزمن فاصبحت دييل دي لم يكن مثلا اريد ان اسأل هل كانت طقس البارحة بارد كثيرا تصبح دون هذا توق سوك مويدو هنا ايضا استخدمنا الاسم متل ما هو يعني ابقى متل ما هو وادات السؤال هل هي مو اخذت لاحقة الزمن واذا لاحظت هنا اداة السؤال انتهت بحرف صوتي لكن لاحقة الزمن تبدأ بحرف ساكن مع هذا ضفنا حرف الحماية ي فهنا نفهم انه لما يكون عندي لاحقة الزمن الماضي ويكون قبلها الكلمة اللي تكون قبلها تنتهي بحرف صوتي لازم نوضع حرف الحماية ي باكي واذا اردت ان اسأل وفي نفس الوقت يكون عندي نفي يعني نقول الم يكن الجو باردا كثيرا البارحة هذا الجملة باللغة التركية تصبح هنا اذا لاحظتوا بالنسبة للاحقة الزمن الماضي اخذتها اداة السؤال مي يعني هل مع انه كان يوجد اداة النفي لكن لما يكون عندي نفي وسؤال في نفس الوقت يعني سؤال من فيه هنا اداة السؤال او لاحقة الزمن تتبع اداة السؤال ولما نكون نتكلم عن الاشياء او حالة الطقس او المأكولات الى اخره هنا نستخدم الزمير او مثل المثال اللي كنا شفناه قبل قليل هذا سوك تو هنا كان الطقس بارد هنا استخدمنا كأنه مع الزمير او لانه لا يوجد لديه لاحقة تمام لان روحو للماضي النقلي اللي هو ضيولان قيتش مش زمان ضيولان يعني مسموع يعني اه شخص يقول لك خبر معين او تسمع اه شيء من التلفاز اه المهم يكون مسموع مش انتا شفتو بنفسك وهذا الزمن نستخدمه فيها اللاحقة مش اللي تغير على حسب التوافق الصوتي الرباعي بالنسبة للحالات اللي نستخدم فيها هذا اللاحقة راي موجودة يعني كان بزاف راي موجودة في الفيديو اللي كنت عملته من قبل تلقاوه في صندوق الوصف هكذا حتى ما يعني ما نطولش بزاف في هذا الفيديو نشوفه مثال بمعنى اكثر هدية كان يريدها هي هاتف نقال هنا بالنسبة الاسم اللي استخدمنا معاه لاحقة الزمن الماضي النقلي هي تليفون او جيب تليفونه فهنا اذا لاحظتو ما قولوش جيب تليفون هنا مضاف اليه ناقص جيب تليفونه يعني تليفونه انتهت بحرف صوتي لهذا وضعنا حرف الحماية ي ومن بعد نضيف اللاحقة مش يعني نفس النقطة اللي كنا تكلمنا عليها مع الزمن الماضي الشهودي لما يكون عندي الاسم ينتهي بحرف صوتي ونضيف له لاحقة الزمن الماضي سواء كان شهودي او نقلي هنا نضيف حرف الحماية ي وبالنسبة لهذا الجملة انتشوكي استديه ديه جيب تليفونه يموش هنا لم مثلا لم اكن اعرف ما الهدية التي كان يريدها فهنا ربما قالوا لي يعني شخص اخر قال لي انه الهدية التي يريدها هي هاتف نقال لهذا استخدمت اللاحقة مش شوفوا مثال اخر بهافتة دير يورد ديشن داي مش سن بير هفتة دير يورد ديشن داي مش سن بير هفتة دير مندو اسبوع او لمدة اسبوع يورد ديشن داي يعني خارج البلاد يورد ديشن داي مش سن يعني انت كنت خارج البلاد لكن هنا لما استخدمت هذا اللاحقة مش هنا اصبح معناها اني سمعت انك كنت خارج البلاد وبالنسبة لهذا اللاحقة مش اذا تحبوا اني نتكلم معليها بتفاصيل اكثر ونشوفوا عليها نص الى اخره لا يوجد اي مشكل فقط قلوا لي في التعليقات ونوضع لكم فيديو خاص بها وبكل التفاصيل الخاصة بهذا اللاحقة والان نقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله